مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دور التعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت السادس الدرس الثامن أنوان الدرس خطط وظيفية اللي نفسي أتأخذناها بالدرس السابق كأن ذاك الدرس كان الجزء الأول والخطط الوظيفية الآن اللي نأخذها هو الجزء الثاني قبل ما نبدأ بالدرسات اشتراك بقناة اليوتيوب فيجو فيسبوك كريستاطا حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دور التعلم المتوسط نبدأ بالدرس يونت السادس الدرس الثامن نفسي الطريقة قال لي خطط وظيفية الجزء الثاني الجزء الأول أخذنا شخصيتين اللي هما عادل وسارة بنفس الطريقة من اللي بنظرك فريندلي من اللي بنظرك فت اند هيلثي ذو لياقة وصحي جيد في صنع الأشياء شن الوظائف اللي رح يكون عليها بالمستقبل منطين هالمرة شخصيتين جديدات الشخصية الأولى خالد يقول لي أعتقد بأنني بعض الشيء فريندلي ودور في المدرسة أنا جيد في الرياضيات لكنني ليس جيد في الرياضيات لكنني ليس جيد في باقي المواضيع أنا جيد في صناعة الأشياء لدينا درس في الصناعات الخشبية مرتين في الأسبوع مرتين في الأسبوع وأنني أحب أعمل الأشياء في البيت أعمل دائما الأشياء في البيت بالإضافة إلى الطاولات الخزنات هذا الشخصية الأولى لاحظنا أنه شخصية فريندلي ودودة إذن الشخصية التي تعتقد أنها فريندلي من هو خالد أكتب خالد صحي و ذو لياقة ما كاتب لي صحي و ذو لياقة جيد في صناعة الأشياء من هو خالد أما الشخصية الثانية اللي هو من طينيها اللي هي دانيا تقول I'm very hard working أنا موجدة جدا I'm also very fit and healthy كذلك أنا ذو ذات لياقة وصحية because I do a lot of sport لأنني أفعل الكثير من الرياضات My favorite school subjects are science and IT مواضيع المفضلة في المدرسة هي العلوم و تقنية المعلومات IT مختصر مع information technology I'm also very good at geography كذلك أنا جيدة في الجغرافيا and English واللغة الإنجليزية After school بعد المدرسة I'm going to study science at university سوف أدرس العلوم في الجامعة When I finish studying عندما أنتهي من الدراسة I'm going to fly to the moon سوف أطير إلى القمر in spacecraft في سفينة فضائية نرجع كذلك للأسئلة من هو fit and healthy اللي هي دانيا fit and healthy معناها ذات لياقة وصحية زيان شن اللي رح يكونون عليها بالمستقبل لنفترض خالد هو يحب الرياضيات باقي المواضيع مو جيد بيها وهو جيد في عمل الأشياء فبالتالي شن الوظيفة اللي رح يكون عليها بالمستقبل مثلا بما أنه جيد في عمل الأشياء وعدها درس يحبه اللي هو woodwork الصناعات الخشبية إذن من الممكن أن يكون carpenter carpenter اللي هو النجار أما دانيا هي تقول أنا سوف أسافر إلى القمر بسفينة فضائية إذن من الممكن أن تكون astronaut astronaut معناها رائد فضاء هذا ما يخص الفقرة الأولى هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي تعرفنا على شخصية خالد وشخصية دانيا الصفات مالتهم المعادة اللي يحبوها الأسئلة اللي رح يسنيها الأستاذ داخل الصفكة تحضير يومي وشون جاوب عنها الآن ننتقل لموضوع آخر مهم اللي هو موضوع talking about the future with when التحدث عن المستقبل باستخدام when سنانا هذا الموضوع قواعدي جدا مهم الآن لما نربط بين جملتين نستخدم أداة الربط اللي هي الأداة when للربط بين الجملتين يكون زمن الجملة الأولى بقاعدة going to الذي تحدثنا عنه سابقا وزمن الجملة الثانية بالمضارع البسيط كذلك همين تحدثنا عن المضارع البسيط بوقت سابق الآن عندي لنفترض جملتين هذه جملة وهذه جملة بين الجملتين عندي أداة الربط اللي هي ال when ال when معناها عندما ركزوا إياه طلاق ال when اللي معناها عندما تربط بين جملتين هذه جملة أولى وهذه جملة ثانية الجملة الأولى تكون بقاعدة going to طبعا ملاحظة أنت تعرفون سابقا أن going to هو زمن المستقبل الجملة الثانية تكون بقاعدة المضارع البسيط المضارع البسيط احنا شرحناها بالدروس السابقة فإذا ما نجيب لجملة بالامتحان بها when أنا تلقائيا رح أقول قبل ال when جملة بزمن going to وبعد ال when جملة بزمن المضارع البسيط حسين نجي نتعرف ال going to شنو قاعدته تقول فاعل زاعدا أما is أو r أو am تعرفون أن ال is للمفرد ال r للجمع وال am تستخدم على i زاعدا going to زاعدا فعل مجرد وحفظ القاعدة فاعل is و r و am going to وفعل مجرد ال is going to وال r going to وال am going to كلها هذه العبارة معناها سوفة لذلك احنا قلنا تستخدم للمستقبل بالنفي سهلة اذا اردن في الجملة ادي is و r و am اخلي لهم not فال is صير isn't r صير aren't وال am صير عام not زاعدا going to زاعدا فعل مجرد ما تغير شي فقط ضفنا not والاستفهام ال is و r و am اخليها بالبداية زيان قاعدت المضارع البسيط اذا سلطالب من عدكم شو تقول تقول فاعل زاعدا اما فعل يحمل s او فعل مجرد زاعدا التكمله هسه شو تخلي بالs اذا كان هذا الفاعل he او she او it الفعل اللي يجي وراهم فعل يحمل s هذا ال s شنسمي s الشخص الثالث وشو تخلي الفعل مجرد اذا كان الفاعل ماتي they او we او you او i يأتي بعدها فعل مجرد شرحناهن بشكل مفصل مع قاعدت المضارع البسيط على سبيل المثال i am going to study medicine شوفوا هنا هذه طبعا احنا نقلنا ان ال when هي اداة ربط تربط بين جملتين هذه اداة الربط هذه الجملة الاولى وهذه الجملة الثانية الجملة الاولى بيازمة بالgoing to خلنا نتأكد هذا الكلام صحيح i هي الفاعل am فاعل زاعدا am زاعدا going to هذه الgoing to زاعدا study اللي هو الفعل المجرد زاعدا التكملة i am going to study medicine سوف ادرس الطب when i finish school عندما انتهي من المدرسة خلنا نجي نشوف الجملة الثانية بزمان المضارع البسيط فاعل زاعدا فعل مجرد فاعل زاعدا فعل مجرد ليش ما خلينا الاس لان ال i يأتي بعدها فعل مجرد i am going to study medicine when i finish school سوف ادرس الطب عندما انتهي من المدرسة كذلك الجملة الثانية اداة الربط وين هذه الجملة اولى هذه الجملة ثانية الجملة الاولى بالgoing to الجملة الثانية بها فعلي يحمل اس الشخص الثالث في المضارع بسيط سوها is going to visit her uncle سوها سوف تزور خالها when she leaves to Paris عندما تغادر الى فاريس هل تجينا بالامتحان شلون اقدر اجاوب عنها طلاب ركزوا اياي وشوفوا شو رح تجينا بالامتحان قال لي على سبيل مثال جاب لي هاي الجملة وقال لي correct صحح أنا شلون اعتمد على تصحيح الجملة عندي اداة الربط شنو وين هذه الوين يأتي قبلها اللي هي الجملة الاولى جملة بزمن going to المستقبل باستخدام going to والجملة اللي يجي وراها او تجي وراها جملة بزمن المضارع البسيط احنا حفظنا القواعد الان نجي فقط نطبق شو تقول قاعدة الgoing to حاول تكتبها بالدفتر وتوقف الفيديو وتحلو اياي هسا الgoing to شو تقول قاعدة تقول فاعل الفاعل شنوه الهي الهي تاخذ is لوار لوام تاخذ is زائدا going to زائدا الفعل نفسي تمجرد يزيل كما هو he is going to have a rest سوف يحظى باستراحة when عندما الجملة الثانية مضارع بسيط شو تقول قاعدة المضارع البسيط فاعل اللي هو الهي زائدا اما فعل يحمل s او فعل مجرد اللي هي تاخذ s لو مجرد تاخذ s فاقول finish is his work هسا الركز وياي سوف يحظى باستراحة عندما ينتهي من عمله الجملة الثانية شادي اندي اداة الربط وين الجملة اللي قبلها بيازة من بزمن الgoing to والجملة اللي بعدها بيازة من بزمن المضارع البسيط شوفوا طلاب الجملة الثانية واني ما راح اصححها ليش لان هي اصلا مصححة اني فقط اصحح الجملة اللي بين الاقواس فهنانا الجملة اللي بين الاقواس اللي بيها الاقواس شو تقول استخدم قاعدة الgoing to شو تقول قاعدة الgoing to الفاعل اللي هو ال i ماشي ياخذ ياخذ am زائدا going to زائدا فعل مجرد شن الفعل مجرد اللي هو ال right i am going to write books سوف اكتب الكتب when i finish school الجملة الثانية ما اصححها لان هي اصلا مصححة زين استاذ شون عرفت ان هي اصلا مصححة انا دائما اصحح الجملة اللي بيها اقواس يعني هذه الجملة خاطئة يطلب من عندنا اصححها اما الجملة اللي ما بيها اقواس فهي جملة صحيحة الجملة الثالثة علي not study biology when he finish school نفس الطريقة شعدي عندي الوين يأتي قبلها going to يأتي بعدها مضارع بسيط هذه الجملة لازم اصححة ال going to لكن انتبه لي ان انا شوف ان انا اش قايل لي قايل يدير بالك اريدك تستخدم للقاعدة المنفية شو تقول القاعدة المنفية فاعل اللي هو علي شي ياخذ ياخذ is زادا اخلي ال not لان قاعدة المنفية زادا going to طبعا اقدر اختصر ال is not اقول isn't علي is not او علي isn't going to زادا فعل مجرد اللي هو study biology علي سوف لن يدرس ال biology when he الجملة الثانية بيها زمن مضارع بسيط he فاعل ياخذ s لو بدون s ياخذ s فال finish what رح اصير finish is school علي لن يدرس العلم الاحياء عندما ينتهي من المدرسة الجملة الثالثة what you be when you grow up ماذا سوف تكون عندما تكبر لكن انتبه لنا هالمرة يا قاعدة الاستفهامية الجملة الثانية مصححة اصحح فقط الجملة اللي قبل الاقواس اللي قبل ال when فاش تقول لي قاعدة اللي going to الاستفهامية اما is او are او عام اليوش تاخذ تاخذ are اقول لا are you going to زادا الفعل مجرد اللي هو شنوة ال b اذا ترجعون على القاعدة اخلي اول شي is او عام اخليت are ليش لان الفاعل ما التى you فاخلي ال are زادا الفاعل اللي هو ال you زادا going to زادا الفعل مجرد زادا التكملة when you grow up هنا نستاذ ال what وين خليتها او وين راحت لان تخلوها لازم تخلوها بالبداية what are you going to be when you grow up ما الذي سوف تكون عليه عندما تكبر دائما لذات السؤال تسبق الفعل المساعد بالجمل الاستفهامية هذا ما يخص الصيغة الممكن تجينا بالابتحان وشلون نقدر نجاوب عنها ننتقل الى تمرير رقم واحد يقول لي read the text from lesson 7 اقرأ النص من الدرس السابع عن lesson 8 والدرس الثامن In your students book again في كتاب الطالب مرة اخرى يقصد بها القطعة المالسارة وعادل وخالد ودانيا who do you think says the following من الذي باعتقادك يقول الجمل التالية شوف هنا انا يقول لي اكتب اسم الشخص الذي يقول هذه الجمل I am going to go to college to learn how to make sick animals better انا سوف اذهب الى الجامعة او الكلية لكي اتعلم كيف اجعل الحيوانات بحال افضل I am going to be vet سوف اكون طبيب بيطري من هو اللي باعتقادك يقول هذا الكلام ذكرنا انه عادل يحب الحيوانات ويحب ان يكون طبيب بيطري فاقول له عادل I am going to go to vocational school سوف اذهب الى المدرسة المهنية to train to be a carpenter لكي اكون carpenter نجار يا هو اللي باعتقادك يقول هذا الكلام ذكرناها بهذا الدرس اللي هو خالد خالد يحب يكون نجار I am going to study French سوف ادرس اللغة الفرنسية at university في الجامعة من اللي قلنا بالدرس السابق تحب اللغات اللي هي سارة I am going to be an astronaut سوف اكون رائدة فضاء او رائدة فضاء من هو اللي هي دانيا كذلك هذا النشاط الصفي غير معمبر امتحان التحرير امتحان الشفوي مجرد ديري يدربني على القطع اللي اخذناها بالدفس السابق وبهذا الدرس كل طالب او كل شخصية من هاي الشخصيات الاربع اللي هما عادل خالد سارة دانيا عرفنا شن اللي يحبوه وشن المواد اللي يحبوها وشن الصفاتهم وشن اللي يريدون يكونون عليها بالمستقبل من وضعه اما تمرين رقم اثنين هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري يجيني مثل ما هو على شكل اسقاطات اولا عدي فت شن معنى فت ذو لياقة معناها ودود معناها مجد معناها صحي معناها غير صبور معناها غير صبور معناها غير صبور معناها غير صبور ومعناها تلعه معناها صبور ونفت يجعل الناس يشعرون بالارتياح This person is هذا الشخص ما يعتبر شن صفته أكيد بما أني حبيب تسم إذن هو ودود It's okay Take your time There is no hurry لا بأس خذ وقتك لا داعي للعجلة This person is هذا الشخص ما يعتبر هذا الشخص اللي متأني يقول لك براحتك على راحتك خذ وقتك شنسمي سمي صبور Patient No, sorry, I can't كلا آسف لا أستطيع I have to finish my homework علي أن ينهي واجب البيتي هذا الشخص ما يسمي اللي دائما يحبي أن ينهي واجب البيتي Hard working مجد I go swimming on Mondays أذهب للسباحة أيام الاثنين And Wednesday ولا ربعة I play football on Saturdays ألعب كرة القدم أيام السبت I for up أنا for up هذا اللي يذهب للعب كرة القدم والسباحة هذا أكيد شخص Fit ذو لياقة She always looks angry دائما ما تبدو غاضبة She is never smiles وابدن ما تبتسم اللي ما يبتسم سنسمي سنسمي unfriendly اللي بعدها I need to eat more fresh food أريد أن أأكل طعام طازج أكثر I always wake up tired أنا دائما أصحى تعبان And with a headache ولدي ألم رأس هذا الشخص اللي يصحى تعبان وأدى ألم رأس شنسمي unhealthy لذلك لازم بعد يأكل أكل صحي Come on Hurry up هيا تعجل I don't have time ليس لدي وقت هذا اللي دائما يقول أنا ما عندي وقت شنسمي سنسمي impatient غير صبور It's okay I'll finish my homework سوف أنهي واجبي البيتي On my way to school في طريقي للمدرسة هذا اللي يسوي الواجبات بالطريق شنسمي سنسمي ليزي كسول I spent all the day playing computer games أنا أقضي طوال الوقت أو طوال اليوم ألعب ألعاب الحاسوب I should do more exercise علي أن أقوم ببعض التمارين الرياضية هذا اللي شخص اللي ما يسوي تمارين رياضية مداما إلى ألعاب الألعاب الحاسوب شنسمي نسمي unfit عديم اللياقة I try to eat lots of fruit and vegetables أنا أحاول أن أأكل كثير من الفلاك والخضروات everyday كل يوم هذا الشخص اللي يأكل كثير من الفلاك والخضروات شنسمي نسميه healthy هذا ما يخص تمارين رقم اثنين تمارين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري يجيني مثل ما هو على شكل إسقاطات تمارين رقم ثلاثة write your own career plans هنا يقول لي اكتب أنت مثل ما عادل وسارة ودانيا وخالد كتبوا عن خططهم المستقبلية عما يريدون أن يكونوا عليه في المستقبل عن الشغلات اللي يحبوها المواد اللي يحبوها أريدك أنت تكتب عن صفاتك عن الشغلات اللي تكون عليها في المستقبل إلى آخره تكتب عن شخصيتك هذا التمرين يعتبر إن شاء الله وحدة الساسة لذلك الكتاب اللي رح نطلعها أو المقطع النص اللي رح نطلعه تكتبوا بالدفتر وتحفظوه لأنه مهم جدا بامتحان الشهري والامتحان كذلك أخير السنة فحاول تكتبون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنه يعتبر إن شاء الله وحدة الساسة بالبداية مثلا نقول my name is Taha I am 14 أمري 14 سنة طبعا بهذه المرحلة الدراسية يكيد لازم يكون أمرك 14 سنة I am helpful person أنا شخص محب للمساعدة I like helping my friends أنا أحب مساعدة أصدقائي and I am also friendly وكذلك أنا ودود at school في المدرسة I am good at science and physics أنا جيد في العلوم والفيزياء but I am not very good at biology and history لكن لني دست جيد في الأحياء والتاريخ I enjoy watching programs أنا أستمتع بمشاهدة البرامج about space عن الفضاء when I finish school عندما أنهي المدرسة I am going to be astronaut سوف أكون راد فضاء because I love this job لأنني أحب هذه الوظيفة مثل ما سارة ودانيا وخالد وعادل تحدثوا عن نفسهم عن المواضيع اللي حبوها عما سوف يكونون عليه في المستقبل كذلك أنا صوت مثل ما هم سووا فحاولتوا تكتبون هذا النص بالدفتر وتحفظوه لأنه يعتبر إنشاء الوحدة السادسة مهم جدا بالامتحان الشهري وكذلك امتحان أخير السنة بالتبنين الرقم أربعة يقول لي read your plan allowed بعد ما كتبت إنشاءك أنت عن نفسك تأخذ الدفتر أو تأخذ الورقة اللي كتبت بها هذا الإنشاء والاستاذ يقول لك تعال إقراءة قدام الطلاب التقراءة بصوت عالي هذا مجرد نشاط صفي يطور مهارة التحدث عند الطلاب مهارة القراءة عند الطلاب غير مهم بالامتحان التحرير أو امتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس بسيط جدا بالكثير من المواضيع المهمة بسعر إسقاطات بإنشاء بإنشاء تصفية يسأل الإستاذ بداخل الصبكة تحضير يومي حالا تكتبون هاي ملاحظات بالدفتر بكتاب الطالب وكتاب النشاط عمون تروحون لمدرسة محضرين إذا سألكم الإستاذ بداخل الصبكة تحضير يومي ختاما شكرا للمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو السلسارة أو وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتصلوا على حسابات المجلس في الفيديو في الوصف